بسم الله نستهل أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير أن الإعلام يلعب دورا حيويا في نجاح الاستراتيجيات التنموية باعتباره شريكا أساسيا لأي عمل حكومي ومؤسسي وقطاعا متجددا يتيح مساحة واسعة للاستثمار في مجالاته ليكون رافدا اقتصاديا مهما ومساهما رئيسيا في إحداث حراك معرفي وثقافي في المجتمع جاء ذلك تعليقا على استضافة دولة الإمارات يومي العاشر والحادي عشر من يناير المقبل النسخة الثانية من قمة المليار متابع أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم وذلك تحت شعار لنتواصل وقال سمو قمة المليار متابع ترسخ موقع دولة الإمارات كمنصة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي وتمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير هذا القطاع الواعد ووضع أسس الارتقاء به إلى آفاق أرحب بما يعزز مكانتنا العالمية وتأثيرنا الإيجابي في المشهد الإعلامي الدولي من جانبه قال معالي محمد بن عبدالله جرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نرحب بسبعة آلاف مشارك في قمة المليار متابع نرحب بأهم المؤثرين وصناع المحتوى في العالم مضيفا معالي إن دولة الإمارات كانت وما زالت البيئة الأفضل لمواكبة تطور القطاع الإعلامي وقطاع صناعة المحتوى الرقمي وتجمع قمة المليار متابع التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي سبعة آلاف مشارك من بينهم أكثر من ثلاثة آلاف صانع محتوى ومؤثر ومبدع يتابعهم أكثر من واحد فارس ستة مليار متابع وتشارك في القمة مئة شركة إنتاج محتوى إعلامي ومئة وكالة للإنتاج الرقمي ومئة رئيس تنفيذية ومئة وتسعون متحدثا من أشهر صناع المحتوى الرقمي العالمي يقدمون أكثر من مئة فعالية متنوعة ترجمة نانسي قنقر